السلام عليكم أصدقائي من جديد في فيديو جديد ودائما مع كندا وبرامج الهجرة إلى المقاطعات الكندية وكما تعرفوا كندا بي 13 مقاطعة تختلف برامج الهجرة من مقاطعة لأخرى قبل ما نبدأ ما تنسوش أصدقائي تعملوا لايك للفيديو تعملوا متابعة للقناة إذا كنت أول مرة تشاهدني ليصلك كل جديد عن برامج الهجرة اليوم راح نتحدث لكم عن مقاطعة نونافوت اللي هي مقاطعة تقع شمال كندا حيث تعتبر من المقاطعات الباردة بحيث معروفة بالشتاء البارد والتي بها عدد سكان حوالي 37 ألف نسمة حسب آخر إحصائيات لذلك كندا تشجع الناس والأجانب للهجرة إلى هذه المقاطعة تعتبر المقاطعة نونافوت من أسهل المقاطعات للهجرة إلى كندا والعمل بها وهذا لتوفرها على مناصب عمل كثيرة في مختلف القطاعات كما أسبق قلت فهي تتميز بالبرد الشديد والشتاء القاسي لذلك تشجع الحكومة إلى الهجرة إليها وكذلك هي من بين المقاطعات التي لا تعمل ببرنامج PMP أو Provincial Nominee Program يعني برنامج ترشيح المقاطعات بالمقابل يتمتع العمل في هذه المقاطعة برواتب عالية جدا مقارنة بباقي المقاطعات وهذا نوع من تشجيع الحكومة للعمل فيها لما تحصل على عمل تقدم على فيزا ببرنامج International Mobility Program يعملوا لك إقامة مؤقتة لمدة عامين بعد العمل في نونافوت لمدة عامين يمكنك التقديم على الإقامة الدائمة في كندا وهنا يكون عندك الإختيار إذا تستقر في نونافوت أو تبحث عن مقاطعة أخرى للعيش فيها والآن نشوفه مع بعض برامج العمل المتاحة في مقاطعة نونافوت هنا تجدون الرابط الأصلي لأنه لو تبحثوا في جوجل لإظهر لكم هذا الرابط ودائما هناك مغالطات في هذا الموقع فهو ليس الموقع الرسمي لمقاطعة نونافوت أنا رح أخلي لكم الرابط في التعليق المثبت لا تنسوش أصدقائي تعملوا لايك ومتابعة للقناة إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو إذن كما قلت تجدون الرابط من هنا هو موقع مباشر للموقع الرسمي لمقاطعة نونافوت هنا الموقع الرسمي للمقاطعة وهذه هي الواجهة واجهة الموقع موقع الرسمي لمقاطعة نونافوت أو من موقع العمل في المقاطعة يعني الموقع يأخذكم مباشرة إلى الموقع الرسمي أو للموقع العمل هنا واجهة اللغة عندنا اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أنا الواجهة عندي باللغة الفرنسية هنا أمبلوا أو العمل بعدما تضغط عليه يأخذكم إلى هذه الواجهة أو مباشرة من الموقع هذا هنا تجدون موقع للعمل في المقاطعة يعني نفس الشيء هنا من أمبلوا عندنا ديبارتمنت أو مجالات العمل هنا عندنا عدة مجالات مثلا هنا في الواجهة عندنا بعض المناصب أو بعض الأعمال مثلا في مجال الصحة في مجال الموارد البشرية والكثير من المناصب هنا يعطيك اسم المنصب أو تيتخذ بوست تاريخ انتهاء التقديم وكذلك نوع العقد هنا نختار مثلا واحدة من المناصب مثلا على سبيل المثال نختار أو في مجال التعليم بعدها من كومونيتي نختار اسم المنطقة لكن هنا لن نختار منطقة واحدة رح نختار كل المناطق فنضغط على بالانجليزية تجدونها أي منطقة بعدها نختار هنا عندنا تاريخ الانتهاء التقديم نختار كذلك بعدها نضغط على يظهرنا كل المناصب المتوفرة في مجال التعليم في مجال هنا عندنا المناصب يعطيك المنصب ويعطيك تاريخ انتهاء التقديم ويعطيك المنطقة وكذلك نوع العقد هنا مثلا نشوف مع بعض المعلمين أو المدرسين أونسينيونت أو أونسينيون هنا تجدون وصف للعمل وهنا تجدون لوكاليتي في المكان هنا يقول لك كل مناطق يحتاجون إلى معلمين كذلك تجدون يعني عقد العمل كذلك تجدون معلومات أخرى عن هذا العمل مثلا هنا عندنا سالير أو سالاري هنا كما قلت المقاطعة فيها أجور عمل عالية مثلا هنا عندنا في مناصب العمل هذا دنام 78 ألف حتى 122 ألف دولار في السنة وهذا طبعا أجر عالي بالنسبة للمقاطعة بعدها مثلا نشوف مناصب أخرى وكيفية تقديم عليها نختار مجال آخر مثلا هنا نختار مجال فينانس بعدها نختار الكمونيتي قلنا نختار توت بعدها كذلك هنا نختار توت أو أني باللغة الإنجليزية نضغط على أبليكي بعدها يظهرنا مناصب هنا كما قلت يظهرنا تيسخ دو بوست أو اسم الوظيفة وتاريخ انتهاء التقديم الوظيفة الأولى عندنا أجونس برنسيبال و أجو برنسيبال دي فينونس نجد مثلا لوكاليتي المنطقة و كذلك عقد العمل و كذلك الأجر هنا يبدأ 97 ألف دولار حتى 110 دولار في العام ب 37.5 ساعة في الأسبوع هنا تجدون تفاصيل طبعاً أنا كنت قلت الواجهة عندي باللغة الفرنسية فتظهر لي التفاصيل باللغة الفرنسية تقدروا أنتم تغيروها لللغة اللي تحبوا هنا يقول لك يعني للتقديم ارسل الرسالة التحبيثية مع السيرة الذاتية عبر هذا الإيميل بعدها يقول لك لما جي ترسل اكتب ريفيرانس تع العمل هذا هذا الرفيرانس أو المرجع وين تلقاه هنا في كل عمل تجد الفوق هذا الرفيرانس هنا رقم الوظيفة أو الرفيرانس لما جي ترسل الإيميل والسيرة الذاتية تكتب هذا الرقم تعمله كوبي وتكتب في الإيميل باش يعرفوا نوع الوظيفة اللي قدمت عليها هنا ترسل عبر هذا الإيميل وهنا كذلك يوجد شرح للعمل هذا بعدها نجو نشوف عمل آخر أو مثال آخر لطريقة تقديم على العمل في مقاطعة منبوت عبر الموقع الرسمي للمقاطعة هنا مثلا عندنا أناليست برينسبال أو أناليست برينسبال دو لاجيسيون دو غيسك هنا تجد بعض المعلومات عن العمل هذا كالمنطقة وعقد العمل وكذلك الراتب اللي رح يبدأ من 101 ألف دولار حتى 114 ألف دولار في العام ب37 ساعة في الأسبوع هنا كذلك يقول لك للتقديم ترسل رسالة تحفيزية وصيرة ذاتية عبر هذا الإيميل هنا عبر هذا الإيميل الإيميل هذا ويقول لك كذلك اكتب نميرو رفرانس 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 في الإيميل اللي رح تبحثه رفرانس وهو رقم تعريفي للوظيفة اللي لازم ترسله مع السيرة الذاتية والرسالة التحفيزية تجده من هنا تنسخ هذا الرقم وتكتبه في الإيميل يعني هذا رقم أساسي اللي لازم تكتبه هذا بالنسبة لطريقة التقديم للعمل في الموقع الرسمي لمقاطعة نونافوت والآن نجو نشوف طريقة أخرى أو طرق أخرى اللي كنت أذكرتها مقبل اللي هي البحث عبر مواقع العمل أو البحث عبر مواقع البحث عن عمل الكندية واللي توجد العديد منها تجدونها من هذا الرابط مواقع أخرى للبحث عن عمل تجدونها هنا هذه الصفحة هنا مواقع البحث عن عمل في كندا هناك الكثير من المواقع منها جوب بانك والغني يعني التعريف اللي كنت أشرح طريقة العمل أو طريقة البحث عن العمل في موقع جوب بانك الكندي وكذلك مواقع أخرى مثل جوب بيليكو وإنديد كندا نصحت لكم أنكم تقدموا على فرص العمل عملوا سيرة ذاتية على الطريقة الكندية تجدون الشرح عن طريقة عمل سيرة ذاتية على الطريقة الكندية في حسابي على الانستغرام خيرا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو متابعة للقناة وتشاركوا الفيديو مع كل الناس المهتمة بالهجرة والعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا